طيب الأثر في توحيد رب البشر أما بعد أيها السادة المشاهدون الأفاضل أيها السيدات المشاهدات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طيب الأثر في توحيد رب البشر ما أجمل التوحيد وما أقبح الشرك في الحلقة السابقة حاولنا أن نوضح مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك بطريقة سهلة ميسرة قلنا إن التوحيد هو عبادة الله وحده وإن الشرك عبادة غير الله سواء مع الله أو دون الله وقلنا إن العبادة هي كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه وقلنا إن أهم عبادة يتوجه بها بعض الناس لغير الله هي عبادة الدعاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم شرعنا نتحدث عن بعض المدعوين من دون الله وذكرنا الأصنام عبادة الأصنام ودعاء الأصنام وبالمناسبة هذه ما زالت موجودة إلى اليوم في بعض البلاد من هذه الأرض الممتدة ما زال بعض الناس الساكين يعبدون الأصنام فتجدهم يقفون أمام صنام فيدعونه ويسجدون له ويتوجهون إليه فالحمد لله على نعمة التوحيد اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظم سلطانك من المدعوين من دون الله الأموات أو بعبات أخرى بعض الأولياء الصالحين بعض الناس يتوجه بالدعاء إلى بعض الأولياء الصالحين من الأموات وبالمناسبة في هذه الحلقة بعض الناس قد يستشكل ما سنذكره وقد تثير هذه إشكالات حول هذا الموضوع لكن لابد الإنسان أن يتأنى ويصبر ويستمع حتى تتضح الصورة بإذن الله عز وجل بداية أقول الأولياء الصالحون موجودون يوجد ناس هم حقا أولياء لله صالحون بنص القرآن قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالأولياء الصالحون نعم موجودون ما يقول أحد لا أنتم تنكيون وجود الأولياء نحن نقول الأولياء موجودون ولكن كيف نتعامل مع الأولياء؟ الجواب نحبهم ندعو لهم نسأل الله تعالى أن يحشونا معهم ولكن لا نعبدهم نعبد الله نحن إنما أحببنا الأولياء لأنهم قريبون من الله فنحن نسعى أن نتقرب من إلى الله ونعبد الله وندعو الله ولا ندعو الصالحين أيها السادة الأفاضل دعاء الأولياء الصالحين لا يجوز بل شرك بالله عز وجل اتفقنا على أن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فمن يذهب إلى ولي صالح مدفون في قبر في ضريح عليه قبة ويدعوه أسيد فلان أمولي فلان أريد كذا أريد رزق أريد صحة أريد أولاد أريد عمل أريد زواج أريد كذا هذا الشرك الدليل قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا آية واضحة صريحة جدا في صورة الجن قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا علماء اللغة يقولون وعلماء الأصول يقولون إن أحدا هذه نكرة جاءت في سياق النهي وعند العرب النكرة في سياق النهي تعم فهنا لما قال الله عز وجل فلا تدعو مع الله أحدا أحد هذه تعم كل أحد كل أحد لا تدعو أحدا كل أحد سواء كان صنمان أو وليا صالحا أو غيرهما ممن سنذكرهم إن شاء الله في الحلقات المقبلة فلا تدعو مع الله أحدا لما تدعو غير الله تذهب إلى ذلك الولي الصالح وتدعوه لا تنسى ما عبارك الله فيك ما بيناه في الحلقة الثانية لما تحدثنا عن بداية ظهور الشرك في البشرية من أين بدأ الشرك؟ بدأ من تعظيم الصالحين أولئك الصالحون الخمسة هد سواع يغوث يعوق نظر كانوا ناسا صالحين ولما ماتوا بدأ قومهم يعبدونهم ويدعونهم في شخص أصنامهم من هنا بدأ الشرك في الغلو في الصالحين الله عز وجل يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وأرجو بارك الله فيكم أن تنتبهوا إلى آيتين سأذكرهم الآن يبينان أن هؤلاء الأولياء الذين يدعوهم بعض الناس لا يملكون شيئا ولا يسحق أن يدعوا قال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولو ينبيوكم مثل الخالية تأمل معي بارعاك الله يقول الحق سبحانه والذين تدعون من دونه تذهب تطلب هذا الولي الصالح أو الصانم أو غير ذلك تدعوه ما يملكون من قطمير أعطي شنو القطمير القطمير هو تلك الجلد الرقيق التي تحيط بعظم التمر التمر يؤكل عظمه بعض أهل التمر يعرفونه لدوابهم القطمير هو تلك القشة الرقيقة التي تحيط بعظم التمر لا تنفع في شيء فالله تعالى يقولك هذا الذي تدعوه من دون الله لا يملك قطميرا فبالله عليك كيف سوف يملك لك ذرية أو عملا أو نجاحا أو صحة أو عملا أو مالا أو رزقا أو غير ذلك كيف؟ لا يمكن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير غير تحوت النرمغ مع دول ثم يقولك الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم والآيات في صورة فاطر يمكن أن ترجع إليها قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إذن أرح نفسك تذهب إلى ذلك القلاسي دفلان أو رداء كذا أعطيني لا يسمعك بنص القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم قال تعالى ولو سمعوا تقول لي لا هم يسمعون هم أولياء ويسمعون وكذا تجب لي أحاديث كذا يسمعون قرعان عائلهم يسمعون طيب يقولك الله تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم لن يستجيب لك إذا ارتح ثم يقول لك ربك سبحانه قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه الله تعالى الشركا ولا ينبئك مثل الخبير هو الخبير سبحانه إذن لما ندعوهم يقول سبحانه في صورة سبأ قلوا دعوا الذين زعمتم من دون الله دعوهم اطلبهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمنذ الله والله أيها الأفاضل هذه الآية عجيبة جدا لو تأملها الناس لأقلعوا عن الشرك فورا طبعا من يقع في هذه الأشياء يقول الله عز وجل قلوا دعوا الذين زعمتم من دون الله دعوهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعني هذا الذي تدعوه له حالات إما أن تدعوه وأن تتعتقد أنه يملك السماوات والأرض هو المالك هذا الذين تدعونهم من دون الله قالك الله تعالى لا يملكون مثقال ذرة إذن غير أريح نفسك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فضلا عن أن يملكوا ما هو أكبر من ذلك طيب يمكن تقول لا هم لا يملكون الله تعالى هو الذي يملك لكن هم شركاء لله هم يملكون شيئا قالك الله تعالى وما لهم فيهما من شرك لا يقولك الله تعالى أنا وحدي أملك هذا الكون هم ليسوا شركاء إذن أريح نفسك من هذا الاحتمال طيب ممكن تقول صحيح لكنهم يعينون الله يعاونونه الله هو المالك الوحيد لكن يعينونه قالك الله تعالى وما له منهم من ظهير ظهير يعني معين لا قالك الله تعالى لا يوجد أحد يعينني إذن أريح نفسك من هذا الاحتمال يبقى احتمال رابع ما هو كما يقول بعض الناس بعض الناس ماذا يقولون يقولك شوفة سيدي نحن مسلمين نحن عارفين أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي بيده الملك والذي يعطي يمنع إلى آخره هذا نحن نطلبهم وهم يطلبون الله فقط هسهدوا أولياء صالحين ونحن نطلبهم وهم يطلبون الله احتهاد الله تعالى أفطالها فقال سبحانه وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ هذه القضية أنك تطلبهم وهم يطلبون الله تسمى الشفاعة نفاها الله قالك الله تعالى وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وأنا أسألك من أخبرك أن هذا الولي الصالح أذن الله في قبول شفاعته من أخبرك بل هذه الفكرة فكرة أنك أنك تطلبهم وهم يطلبون الله هل هي الفكة التي كانت لدى أولئك المشركين الذين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسمع عن أبي جاهل أبي لهب إيا كان تتصور أن أبا جاهل وأبا لهب وأولئك المشركون الطغاة كانوا يظنون أن الآلهة هبال الله العزة وكذا أنها تتصرف من دون الله لا هم يزعمون أنها واسطة قال تعالى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا تطلبهم ما تطلب الله قال سبحانه وَلَذِينَ اتَّخَذُوا مِدُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُودُهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى هَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ فَأَنتَ لِمَا تَقُلَنَا أَطْلُبُوهُمْ وَهُمْ يَطْلُبُونَ اللَّهَ تعَالَى هَذِهِ الشَّفَاعَةِ نَفَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ فَلِمَا تَطْلُبُهُمْ لِمَا تَدْلُعُوا الْأَمْوَاتِ لا يَسْمَعُونَ وَلَا يَمِنِكُونَ شَيْئًا بعض الناس ماذا يقول يقول لك شوفوا سيدينا نحن لماذا نطلبهم نحن مذنبون أخطاء مقصرون نحن نبعد على الله فنحن نطلبهم هم صالحون يطلبون الله عز وجل أولا نحن بينا بهذه الآيات التي مرت أن هذه الفكرة رفضها الله عز وجل وأباها سبحانه ونهان عنها ثم قضية تقول أنك أنت إنسان مذنب ولسه أهلا لأن تدعو الله ما أخبرك بهذا؟ الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ربي قال أنا قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم بس أقول لك شيئا هل تعرف مخلوقا أشد كفرا من إبليس؟ أكفر الخلق إبليس طيب ما رأيك إذا قلت لك أن إبليس استجاب الله له إبليس رغم كفره وظلمه استجاب الله له لما قال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون استجاب الله له قال فإنك من المنظرين إذا استجاب ربك لإبليس وهو من هو ألا يستجيب لك وأنت المسلم؟ على رغم معاصيك فانجأ إلى ربك فدعك من دعاء الأموات لا يسمعونك والله الآن لو أن إنسان في منزله وأراد أن يدعو شخصا يعرفه موجود في آخر المدينة يسكنها ودعوته لن يسمعك فكيف وأنت في الدنيا والآخر في الآخرة وتريد أن يسمعك؟ لا يمكن بعض الناس يقول وبهذه الشبهة أختم بعض الناس يقول لك شوف هؤلاء الصالحون ثبت بركتهم كيف؟ لو قل لك نعرف أناسا كثيرين كانوا مرضى وذهبوا إلى ولي الصالح فلان ورجعوا أصحاء فلان كانت عقيمة لتريد ذهبت إلى الولي الصالح سيدي فلان ورجعت وحملت وولدات فلان كان زحاف ما كانش يمشي كان مريض ومشى عن سيدي فلان والباركة دياله ورجعوا للتي يمشي فلان ما كانش يعمل مشى السيدي فلان ودعاه ثم بدأ رجع ووجد عملا والجواب على هذا من وجه أولا نقول هناك أناس ذهبوا إلى أولياء الصالحين لقضاء حاجاتهم ولم تقضى أبدا وحنعم هنا في المغرب مثلا قصة ضريح كان بعض الناس يأخذون إليه بعض مرضاهم المرضى مرضا عقليا أو نفسيا فيأخذونهم إلى هناك ويربطونهم بالسلاسل يزعمون أن هذا الولي الصالح يقولون أبويا عمار سوف يشفيهم وسوف يعالجهم لكن ما حصل شيء من ذلك وكان المساكين يعانون في أوضاع مزرية إلى أن تدخلت السلطات مشكورة وحررت أولئك المساكين من الوضع المزر الذي كانوا يعيشون فيه إذن كم من أناس ذهبوا إلى الولي الصالح ولم يعالجوا وإلا فعلى هذا القول فلنغلق جميع المستفيات ونغلق جميع كلية الطب والصيدلة وهذا وأي إنسان يمرض وأي إنسان عنده حاجة معينة يذهب إلى ذلك الولي الصالح وانتهي الأمر أي عقل هذا ثم إنا نقول ما تفسير هذا الذي يقع نعم هناك أناس يذهبون مرضى ويرجعون أصحاء نعم هذا الموجود لكن هل تعرفوا تفسير ذلك له تفسيراً اثنان أحد تفسيرين اثنين تفسير الأول أن يكون ذلك من فعل الشياطين وهذا يقع ويحصل الشيطان يؤثر على الإنسان يسبب له مرضاً معيناً ثم يوسوس له أن يذهب إلى الولي الصالح فإذا استجاب الإنسان وذهب ودعا غير الله وأشرك بالله ما وظيفة الشيطان ما أمنية الشيطان أن يوقع الإنسان في الشرك والكفر وقد حصل لهم مراده فينسحب حتى يجعل ذلك المسكين يصدق أن الولي الصالح هو الذي شفاه فهو فعل الشياطين وإن لم يكن فعل شياطين فيكون تفسير ذلك أن الله عز وجل هو الذي أنزل الشفاء في تيك اللحظة وحقق مطلوب ذلك الذي دعا غير الله في تيك اللحظة فتنة لذلك الإنسان واختباراً له وأضلالاً له نسأل الله السلامة والعافية لماذا؟ لأن هذا الإنسان عصى الله وأبى إلا أن يشرك بالله فكأن الله تعالى يقول له أبيت إلا أن تشرك بي وأبيت إلا أن تعصيني فهاء أنذا أحقق لك مطلوبك في اللحظة التي أشركت معي غيري فتنة لك وإضلالاً لك كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإن شئت أن أقرب لك هذا بمثال فتذكر معي فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال يأتي فيقول إنه هو الله يقول للسماء أمطني فتمطر يقول أرض ألبتي فتنبت هل المسيح الدجال هو الذي ينزل المطر؟ هل المسيح الدجال هو الذي ينبت الزرع؟ هل المسيح الدجال هو الذي يحي ويميت؟ أبداً الله هو الذي يفعل ذلك لكن الله تعالى في اللحظة الذي يقول المسيح الدجال للسماء أمطري يأمر الله السماء فتمطر اختبارا للعباد حينما يقول المسيح الدجال الأرض أنبتي يأمر الله الأرض فتنبت اختبارا للعباد حينما يأتي المسيح الدجال فيشق إنسانا نصفين ويمشي وسطه ثم يقول وقم فيقوم ذلك الإنسان ويرجع حيا الله الذي فعل ذلك حينما طلب المسيح الدجال ذلك اختبارا للعباد وإلا فالمسيح الدجال عبده من عباد الله وإذلك فاللحظة التي يريد الله عز وجل أن ينزع من المسيح الدجال ما أعطاه يريد المسيح الدجال أن يذبح أحد الشباب الذي يقف في وجهه فيعجز المسيح الدجال يعجز فإذلك مثلا يأجوج مأجوج لما وقرأوا فتنتهم لما يخرجون في الأرض ويهرموا الناس منهم ولا يبقى أحد من أهل الأرض يأخذون نبالهم يقولون قضينا على أهل الأرض وبقينا أهل السماء فيأخذون رماحهم ونبالهم فيقذفونها إلى السماء فترجع إليهم ملوءة دما فيقولون قضينا على أهل السماء رأوا الدماء رجعت ملوءة دما خلق الله فيها الدماء فتنة لقوم يأجو مأجوج فهكذا لما يذهب الإنسان ليشرك بالله تعالى قد يستجيب الله تعالى ويقضي حاجة الإنسان في تلك اللحظة فتنة نسأل الله السلام والعافية الخلاصة لا يجوز دعاء الأموات لا يجوز دعاء أولياء الله الصالحين عندنا الله خلوا الله عندنا الله عز وجل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وإلى الحلقة المقبرة بإذن الله تعالى والسلام عليكم وحمد الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة